بسم الله الرحمن الرحيم اسمي دكتور علاء عداسي استشاري الأورام وأمراض الدم وموضوعنا اليوم سرطان نخاع العظم سرطان نخاع العظم ليس مرضا واحدا بل أمراض كثيرة نخاع العظم هو المصنع الرئيس في الجسم لإنتاج الخلايا المكونة للدم بما في ذلك الخلايا الدم البيضاء WBCs الصفائح بليتلت كوريات الدم الحمراء Red Blood Cells الحاملة للإخضاء بالدم في الجسم وهو بالتالي أيضا جزء مكون أساسي لجهاز المناعة في الجسم حيث أحد الكوريات الدم البيضاء التي يمجرهاها هي النيوتروفلز والليمفوسايت وهذه خلايا مهمة للغاية لجهاز المناعة في الجسم وبالتالي فالنخاع العظم هو مصنع لخلايا الدم ومصنع لخلايا المناعة وهو جزء من الجهازين الحيوين في جسم الإنسان وبالتالي أورام نخاع العظم كثيرة وهي نفس الأورام التي قد تحدث في الدم في الجهاز المفاوي في الطحال أو في أجزاء أخرى في الجسم فأنواع اللوكيميا بأنواعها ثم كانت لوكيميا حادة أكيوت ميرجينس لوكيميا أكيوت لينفوبلاستيك لوكيميا أم أل و أل أل أو لوكيميا مزمنة مثل كرونيك لينفوسيتيك لوكيميا كرونيك ميرجينس لوكيميا CLL و CML هي أحد الأورام التي ممكن تشخيصها في نخاع العظم حتى لو خلى الدم أو فحص الدم من مؤشر واضح على وجود خلايا اللوكيميا في الدم عند إجراء الفحص الروتيني complete blood count CBC أمراض أو أورام الجهاز المفاوي أيضا ممكن تشخيصها في نخاع العظم اللينفومة بأنواعها والتي تتجاوز المئة نوع قد تظهر في نخاع العظم لوحدها قد تظهر في نخاع العظم مع ظهورها في الدم قد تظهر في نخاع العظم مع وجودها في الجهاز المفاوي أو غدد الجهاز المفاوي أو الطحال أو خلافه لدرجة أن فحص عينة نخاء العظم هو جزء روتيني من الفحصات التي يتم إجراءها لمريض اللمفومة الذي يعاني من سرطان في الجهاز اللمفاوي للتأكد من خلو نخاء العظم من وجود اللمفومة في هذا حتى لو معكس هذه المعلومة بشكل مباشر على نوع العلاج الذي سيتم وصفه للمريض الذي يعاني من نوع معين من نوع اللمفومة أمراض الملتبل مايلومة أيضا ممكن تصنيفها تحت مظلة سرطان في نخاء العظم حيث أن هذا النوع من الأورام الذي يؤثر على البلازما سلز وهي جزء أساسي من خلايا المناعة التي نشاهدها في نخاء العظم هذا الورام يؤدي إلى زيادة مضطاردة في البلازما سلز في نخاء العظم كما يؤدي إلى هشاشة في العظم ونخر في العظم ووجود خلايا بلازما سلز في العظم قد تؤدي إلى تكسر في العظم حتى لو لم يتعرض المريض أو المريضة لداعي لهذا الكسر ونسمي ذلك Spontaneous Fractures أو Pathological Fractures أمراض أخرى من سرطانات تخاء العظم وممكن تصنيفها تحت هذه المظلة فئة من الأورام نسميها Myeloproliferative Disorders وهي نوع من الأورام الذي يؤدي إلى ارتفاع أحد مكونات الدم الرئيسية سواء كان هذا المكون Platelets مثل Essential Thromocytosis وهو تؤدي إلى ازدياد مضطرت في صفائح الدم ازدياد في كورية الدم الحمراء وخضاب الدم كما يحدث في بوليسيثيمي رابرافيرا ازدياد في كورية الدم البيضاء كما قد يحدث في كورونيش مايوليجينس لوكيميا التي هي أيضا أحد أنواع اللوكيميا المزمنة وكما قد يحدث في مرض البراميرو مايولفابروسس الذي يؤدي إلى تلايف مضطرد بسبب وجود ورم في نخاع العظم في بعض الأحيان يكون سرطان نخاع العظم بسبب انتشار الورم أو السرطان من عضو آخر في الجسم ثمت أورام قد تصل لنخاع العظم أمثال ذلك أورام البستاتة أورام الثدي أورام الرئة وإن كانت هذه الأورام أقل شيوعا في وصولها لنخاع العظم سرطانة أخرى أكثر شيوعا للوصول لنخاع العظم أمراض مثل أورام الدماغ من نوع ميدالو بلستوما أورام العصبية من نوع نيورو بلستوما أورام الجهاز العصبي من نوع رابدوميساركوما وأنواع أورام الجهاز اللينفاوي بأشكالها وهذه الأورام قد تصل لنخاع العظم لجزء أنه قد نفحص نخاع العظم بشكل روتيني ضمن الإجراءات المخبرية والشوعية البدائية أو الأولى للمريض عند تشقيصه أو تشقيصها بهذا الورم في حالة تشقيص المريض بأحد سرطانات نخاع العظم على اختلافها يتعين عليه أو عليها مراجعة طبيب دم وأورام ذيباع طويل في هذا المجال لمساعدته على بدء خطة العلاج بشكل صحيح للتعامل مع الورم